بانشت أزعور وافق على الترشح منافسا فرنجي ويلتقي الكتل التي تؤيده لإعلان ترشيحه السبت الراعي نقل إلى ماكرون موقف الحلف الثلاثي وليف تهدد بالعقوبات لتسريع الانتخاب علي شعيب يتصدى لتجاوزات الاحتلال في تلال كفرشوبة وينجح بتعديل خط الانسحاب كتب المحرر السياسي تؤكد المصادر النيابية في الكتل التي توافقت على ترشيح جهاد أزعور وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لمنافسة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجي والتي تضم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكتلة تجدد والتيار الوطني الحر وكتلة نواب التغيير أنها ضمنت موافقة أزعور على الترشح دون شرط التوافق الجامع على انتخابه بل للمنافسة مع ترشيح فرنجي وضمنت اتفاق الكتل على تبني الترشيح على هذه القاعدة وقالت المصادر أن الكتل التي تضم قرابة ثمانين نائبا تسعى لضمان تصويت خمسة وستين نائبا منهم على الأقل لصالح أزعور في أول جلسة انتخابية وتواجه هذه الكتل المبالغة في تقديراتها وفقا لمصادر نيابية متابعة حيث يقف اللقاء الديمقراطي خارج السياق الذي يتم احتسابه ضمنه فهو لن يصوت لصالح أزعور كما أنه لن يصوت لصالح فرنجي ومثله كتلة الاعتدال وهما على موقف واحد لجهة التشجيع على توافق خارج الاستفاف الراهن القائم على التحدي ما يعني مع وجود خمسة نواب من نواب التغيير لن يمنحوا أصواتهم لحساب أزعور وخمسة مثلهم من نواب تكتل لبنان القوي أن أي جلسة انتخابية سوف تسجل لحساب أزعور ما بين خمسة واربعين وخمسين صوتا بينما تسجل لحساب فرنجي ما بين خمسة وخمسين وخمسة وستين صوتا وفقا لمؤيديه بالتوازي كانت المعلومات المتواترة عن لقاء البطريارك بشار الراعي بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تؤكد أن الراعي وضع ماكرون في صورة تفاهم الحلف الثلاثي المكون من القوات والتيار والكتائب على تبني ترشيح جهاد أزعور في مواجهة ترشيح فرنجي باعتبار أن الحلف الثلاثي هو صوت الغالبية المسيحية السياسية والنيابية فسامع من ماكرون تفهما لهواجسه وهواجس هذا الحلف كما قالت مصادر مقربة من ابكركي داعيا إلى أولوية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر الاحتكام إلى الدستور والمنافسة الديمقراطية فيما قالت معاونة وزير الخارجية الأمريكية باربارا ليف في تقرير قدمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أن الوزارة تدرس فرض عقوبات على الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية وأنها تتابع مع حلفائها في المنطقة كيفية حث النواب على القيام بمسؤولياتهم وكانت ليف قالت قبل شهور أن الفشل السياسي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني دخول لبنان في فراغ طويل مضيفة إن الحل هو بضغط الشارع وقالت يجب أن تسوء الأوضاع أكثر حتى يتحرك الشارع وتحدثت عما سيرافق هذا المزيد من السوء من تفكك الأجهزة الأمنية وحدوث فوضى وهجرات مكثفة في الجنوب نجح مراسل قناة المنار الإعلامي علي شعيب بالتصدي منفردا لقوة من جيش الاحتلال كانت تحاول فرض أمر واقع بتكريس سلخ جزء من الأراضي اللبنانية واعتبارها ضمن السياج الفاصل على الحدود ونتج عن تمسك شعيب بموقفه المبني على وقائع لبنانية الأرض التي ضمها جنود الاحتلال ضمن السياج مجيء قوات اليونيفل التي قامت بحسابات وإحداثيات وتدقيق خرائط وتحققت من صحة موقف شعيب ووضعت نقاط جديدة مثبتة بحجارة علام ما أجبر جيش الاحتلال على مغادرة النقاط التي سبق وحاول ضمها إلى الأراضي الواقعة خلف السياج الفاصل ترجمة نانسي قنقر